الأعداد الحقيقية هو نظرية فيثاورس في البداية دعنا نعرف ما هي الجذور التربيعي في البداية ما هو التربيع؟ التربيع ببساطة هو الرفع لقوى 2 أو أس 2 في الاثنين إذا ربعتها أحصل على أربعة والثلاثة إذا ربعتها أي إذا رفعتها لأس 2 تصبح 9 ثلاثة في ثلاثة بتسعة والأربعة إذا ربعتها أي رفعتها لقوى 2 أربعة في أربعة بستة عشر وهكذا هذا هو التربيع والجذور التربيعي هو عكس عملية التربيع يعني إذا كان لدي العدد أربعة وأخذت جذره التربيعي أحصل على أثنان أي العدد الذي إذا ربعته أحصل على أربعة وبالتالي الجذر التربيعي يصبح اثنان وإذا أخذت الجذر التربيعي للتسعة أي أريد أن أحصل على العدد الذي إذا ربعته أحصل على تسعة وهو الثلاثة لأن الثلاثة هو الجذر التربيعي للتسعة وكذلك الستاش إذا أخذت جذرها التربيعي أحصل على أربعة إذن الجذر التربيعي هو عكس التربيع ورمز الجذر التربيعي هو هذا الرمز كمثال أقول الجذر التربيعي للمئة ماذا أقصد هنا؟ أقصد العدد الذي إذا ربعته أحصل على مئة أو إذا ضربته في نفسي أحصل على مئة وهو العشر وقد تستخدم في المعادلات أيضا فقد يكون عندي مثل هذه المعادلة مربع العدد يساوي واحد وثمانين إذن ما هو العدد؟ العدد سيساوي الجذر التربيعي للواحد والثمانين وماذا أضيف هنا؟ أضيف موجب أو سالم لماذا؟ لأن هناك حلان فالجذر التربيعي للواحد وثمانين هو تسعة وقد يكون موجب تسعة أو سالب تسعة لأن سالب تسعة في سالب تسعة يعطيني واحد وثمانين وأيضا موجب تسعة في موجب تسعة يعطيني واحد وثمانين ومثل هذه الأعداد نسميها مربعات كاملة لأنها مربعات أعداد صحيحة فمربعات الأعداد الكاملة من السهل أن نجد الجذور التربيعية لها ولكن إذا لم تكن الأعداد مربعات كاملة ففي هذه الحالة يجب علي أن أقدر قيمة الجذور التربيعية ولنأخذ على سبيل المثال قيمة الجذر ثمانية لا يوجد عدد صحيح تضربه في نفسه يصبح الناتج ثمانية فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أقدر قيمة الجذر التربيعي فماذا أفعل؟ أأخذ العدد المربع الذي هو أكبر من ثمانية ما هو العدد المربع الأكبر من ثمانية؟ هو التسعة فجذر التسعة أعرفه بثلاثة وأأخذ أيضا عدد مربع يكون أصغر من ثمانية أنا عرفت العدد الأكبر وهو مربع الثلاثة إذن العدد الأصغر سيكون مربع الاثنين وهو الأربع إذن جذر الثمانية سيكون بين جذر التسعة وبين جذر الأربع أي أن جذر الثمانية سيكون بين الاثنين والثلاث نأخذ مثالاً آخر جذر الثلاثة والثمانون أبحث عن مربع كامل هو أكبر من الثلاثة والثمانون سيكون المئة لأن جذر المئة هو العشرة وأبحث عن مربع كامل يكون أصغر من الثلاثة والثمانين وهو الواحد والثمانون لأن نعرف أن جذر الواحد والثمانون هو التسعة إذن جذر الثلاثة والثمانون سيقع بين التسعة والعشرة بما أن الثلاثة والثمانون أقرب للواحد والثمانين تالي جذر الثلاثة والثمانين سيكون تقريباً تسعة فأقول جذر الثلاثة والثمانين تقريباً أستطيع أن أقربه بتسعة